تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس جاء ذلك خلال استقبال جلالته هذا اليوم في قصر الاصخير معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونواب رئيسي المجلسين الذين رافعوا لجلالته التقرير السنوية وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره لمعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب على جهدهما المخلصة في خدمة مملكة البحرين وأبناء شعبها مؤكدا أن المجلسين من أهم المؤسسات الدستورية التي من خلالها تترسخ ركائز العمل السياسي والديمقراطي وتتوحد الجهود المخلصة في عملية البناء والتنمية وأشاد رعاه الله بما تحقق من إنجازات مهمة خلال دور الانعقاد الثاني منوها بالجهود الفاعلة للسلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضري وخطط التنمية الشاملة بالإضافة إلى الاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن وتحقق تطلعات المواطنين بكل كفاءة واقتدار وشكرهم على جهودهم الطيبة على ما يبدلونه في عملهم التشريعي مؤكدا حفظه الله أن المسيرة الديمقراطية والبرلمانية حققت نجاحا كبيرا بفضل تكاتف الجهود وأعرب جلالته عن تقديره للمستوى المتقدم الذي يشهده التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيهما الدؤوب لتوحيد الجهود الوطنية في التعامل مع القضايا الراهنة واستشراف الخطط المستقبلية التي تهدف لتحقيق ما تصب إليه مملكة البحرين وشعبها الكريم من تقدم وازدهار وأثنى جلالته على عطاء ابناء البحرين وإسهاماتهم في نهضة الوطن وما يتميزون به من كفاءة وإخلاص وما يتمتعون به من شيام المحبة للجميع والترحيب بكل من يعيش بينهم وهو ما جعل لأهل البحرين مكانة رفيعة بين الأمم كما أكد جلالته أن المملكة تسعى دائما إلى أن يعم السلام والاستقرار والرخاء كافة المجتمعات الإنسانية وستمضي قدما في نشر رسالتها الدعية للسلام والتقريب بين الشعوب في المحيط العربي والإسلامي والعالمي انطلاقا من إيمانها العميق بأن السلام هو الركيزة الأساسية لنهضة الدول وتقدم المجتمعات من جانبهما أعرب رئيس مجلس الشورى والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عن أسماءات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة مثمنين دعم جلالته الدائم ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات الديمقراطية والبرلمانية والتي أسهمت وتسهم في تطور ونماء المملكة على كافة الصعود هذا ويشتمل التقرير السنوي الذي أصدره مجلس الشورى بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس على المقدمة وكلمة معالي رئيس مجلس الشورى تليها إحصائية عن إجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني ثم يتناول التقرير فعاليات بدء دور الانعقاد حيث يتطرق فيه إلى الخطاب الملكي السامي الذي تفضل صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بإلقائه خلال حفل الافتتاح كما استعرض التقرير أعمال جلسة المجلس الأولى الإجرائية وإجراءات انتخابات نائبي رئيس المجلس وكذلك رد المجلس على الخطاب الملكي السامي بعد ذلك صلت التقرير الضوء على مكتب المجلس من حيث اختصاصاته وتشكيله وإنجازاته خلال دور الانعقاد فيما عكس التقرير السنوية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بإيقاع العمل البرلماني المتناسق في أداء وظائفه التشريعية والرقابية والاطلاع بأدواره الدبلوماسية والسياسية وما يتصل ببرامج التواصل المجتمعي والإعلامي وطبيعة جهود الإسناد الإداري والبحثي الموازي المقدمة للمشرع النيابي وذلك خلال الفترة من الثامن من أكتوبر 2023 إلى الثامن من مايو 2024 وركزت الكلمة الافتتاحية لمحالي سيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب على أبرز مؤشرات الأداء البرلماني من الناحيتين الموضوعية والإجرائية وأعقبها عرض تشكيلة المجلس وفق توزيع المحافظات والدوائر الانتخابية ترجمة نانسي قنقر